مدن سعودية سجلت درجات حرارة أقل من عشر عواصم أوروبية بلغت درجة الحرارة في طريف والقريات في شمال مملكة صفر وسجلت في كل منتبوك وحايل وعرعر درجة مئوية واحدة ودرجتين في اسكاكة ورفحة في حين سجلت بعض العواصم الأوروبية درجات حرارة ما قلت عن خمس درجات مئوية مثل لندن وباريس وجنيف وبرلين توقعت هيئة الأنصاد وحماية البيئة استمرار تأثير الموجة الباردة على مناطق مختلفة من المملكة توقعات مخابات ملاحق قانون sorry توقعات م disposal توقعات مناة المكووية طيب في كليب مرسل لنا عن طريق جوال الراصد الشباب مصورين هذه المقاطع ومرسلينها لنا خلونا شوفهم نرجع مع هذا الموضوع معنا حسن كراني اللي بيشوفهم لا يا حالفي يا ولا حالو ولا لا يا حالفي يا ولا عاشو عاشو كفو عاشو 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 طقس المضيع السابق للنشرات الجوية اللي يتشرف ان يكون معي موجود اليوم اهلا نستاذ حسن يا اهلا وسهلا يعطيك العافية الله يعافيك لا زلت شبابا يا سيدي الله يكربك من فضلك من فضل الله سبحانه تعالى اولا الخيرا طيب توقعاتك للطقس في الايام القادمة واللي حاصل في اجواء المملكة والله التوقعات كما اسلفنا يعني في التويتر على اساس انه توالي درجات الحرارة الارتفاع التدريجي اعتبار من 14 ديسمبر وكلما اتجهنا في اتجاه 25 ديسمبر لانه في زي ما تقول جيب هواي دافئة مركز محوره على اجواء القطاع الغربي يتحول تدريجيا وبعون الله تعالى خلال الايام القادمة في اتجاه المناطق الداخلية ومن ثم في اتجاه الشمالية الشرقية ويؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على كافة اجواء المملكة يتراوح الى ارتفاع ما بين 3 الى 4 درجات مع احتمالية التكون السحابي يستمر بين التكون والتلاشي على معظم اجواء المملكة خاصة على اجواء منطقة جدة وكلما اتجاهنا جنوبا في اتجاه منطقة جازان وعلى اجواء الشمالية الغربية والاطراف الشمالية للمنطقة الوسطى والاطراف الشمالية والشمالية الغربية للمنطقة القصيدة الى متى تستمر المربعانية اللي احنا فيها هذه؟ هي 40 يوم بس الى متى التاريخ يعني؟ والله عملية المربعانية والدفء قترك هيستمر الى 25 ديسمبر بعد كده في عملية زي ما تقول جيب هواء بارد في خرايا طبقات الجوال الولياء تحرك من اوروبا في اتجاه تركيا تمركز على الاجواء الجنوبية الغربية لتركيا ويمتد محوره حتى الاطراف الشمالية لشرق حوض البحر المتوسط ومن ثم يتحرك بعون الله تعالى في اتجاه المناطق الشمالية اهم النصائح اللي ممكن نقدمها للناس في ظل انه الاجواء قاعدة تتقلب كل فترة ففي اشياء لازم الناس يأخذون فيها الفترة هذه والله الفترة يجب على جميع المجتمع انه يتبعوا الارشادات الطبية في مثل هذه الحالات واتمنى لهم انه يكونوا على حسن حان البعض من الله تعالى جزاك الله خير شكرا جزيلا لك استاذنا حسن كراني يعطيك العافية انا شكر ومقدر لك وجودك وتواجدك والف شكر يا سيدي